نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حققت مملكة البحرين قفزات اقتصادية وتقدم المنحوظة في عدد من المؤشرات التنموية العالمية خلال عام 2023 كما تصدرت المملكة خلال عام 2023 عدد من المؤشرات العالمية المعنية بالجوانب الاقتصادية والتنموية حققت مملكة البحرين العديد من الانجازات في عدة مجالات خلال العام الماضي تضمنت اعتماد برنامج الحكومة 2023-2026 من التعافي إلى النمو المستدام الذي يحمل في طياته مجموعة من الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير في جميع مسارات العمل الوطنية لتعزيز مكانة مملكة البحرين في الريادة والابتكار في المجالات كافة والذي جاء نتاجه بحصول مملكة البحرين على إشادة من الأمم المتحدة خلال مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة الذي عقل في شهر سبتمبر الماضي وعلى المستوى الاقتصادي أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل خلال الربع الثالث من العام 2023 نموا بنسبة 2.5% على أساس سنوية مدعوما بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6% خلال الربع الثالث من العام 2023 في حين أنما قطاع التجارة بنسبة 5.9% وتجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مليار ومائتي مليون دينار بحرينية خلال الربع الثالث من العام 2023 ليبلغ رصيد الاستثمار 15 مليار و900 مليون دينار بحرينية وقد حقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال النمو بنسبة 2.8% مدعوما بالارتفاع الحاصلي في الأنشطة العقارية البالغ 5.4% وانعكس الأداء الاقتصادي والتنموي الإيجابي على تصنيف مملكة البحرين في التقارير والمؤشرات العالمية فقد حلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية عربيا والسابعة والعشرين عالميا ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023 الصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وتحسن تصنيف المملكة بواقع عشرة مراتب محافظة على مركزها الأول خليجيا ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023 في حين حلت البحرين في المركز الرابع عالميا ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية 2023 كما حققت مملكة البحرين أداء متقدما ضمن مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات 2023 مسجلة نتيجة 96.5 من أصل 100 نقطة لتصبح البحرين من بين الدول العشر الأوائل عالميا في التقدم الرقمي ترجمة نانسي قنقر